صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجربة سابقة شاركتكم فيها أنه غيرت بعض الكشافات لأنواع للعين مريحة أكثر بس اليوم راح تكلم على كيف تغيرت من نظام قديم إلى نظام ويرلس اللي هو أحدث الأنظمة للتحكم الإنارة نظام كسامبي طبعا فيه إلي حلقة سابقة وحيكون إلي حلقات لاحقة إن شاء الله طبعا نفس نوع الدرايبر اللي هو ترايدونيك بس صار ويرلس درايبر ويرلس دمبل من 1% لـ 100% شو ميزة هذا الدرايبر؟ هذا الدرايبر فيني الـ Spotlight فيني يتحكم فيه بطريقة عن طريق الموبايل فلاحظوا مثلا أنا عندي Spotlight فيني يطفي شغله ومو بس طفي شغله حتى فيني يخليه خفف خفف الإنارة خفف مستوى الإنارة ففيني هذا بدل مع شغله 100% ممكن شغله بطريقة أقل شوي هناك نقطة كثير مهمة بإذكرها أن النظام التحكم مو حلو أنه لما شغله أو طفي يكون سريع بشكل هيك مزعج العين ففيه خاصية جميلة طبعا مو بس الدرايبر اللي هو المحول تبع الـ Spot حتى السوفتور قوي كتير أنا هذا السيستم من أحسن فأشوفه لـ فايدنج تايم سأرفعه لاحظوا شون أنه Spotlight سيصير أريح للعين لما أنا أغيره فهلأ نرجع للشبكة ونشوف أنه مثلا لما شغل Spotlight سيشغل Spotlight أو لما أعمل هذا منك لا سيكون بشكل فجائي سيصير فيه دليل أو سيكون سوفت لما أجي طفيه شوي شوي لا ما شايفين غير لما يكون سريع طبعا سأشرح لك حقا عن سوفتور لكن الحلو فيه أنه بضغطة زر وحدة يمكنني أن أطفي Spotlight البيت كامل أو أسمهم لمجموعات فمسلا ممكن أنا أجيب Spotlight هذول مع بعض مثلا خليني أشيلهم أجيبهم مع بعض بس أسحبهم والحلو فيه أنه شخص العادي ممكن أن يأتي برمج السيستم لا يوجد أي صعوبة فيه أجيب أن أضغطهم فمثل أضغط جروب مثل تطبيقات الموبايل العادية يمكنني أن يسمي جروب وكل جدا بسيط لاحقا إن شاء الله سوف أفصل فيه أكثر